السلام عليكم اهلا بكم حل مشكلة حدثت مشكلة اثناء تحليل الحزمة او تثبيت الحزمة كل المشاكل دي بازن الله تتحل طبعا اغلب المشاكل دي بتحصل اثناء فتح تطبيق او تحميل تطبيق الخطوات بنروح للاعدادات بنروح للتطبيقات وهنا في وسط الصفحة تلت نقاط كده تلت شرطات تضغط عليهم وبعدين تضغط على اظهار تطبيقات النظام في الاسفل تضغط موافق وطبعا اختيار اظهار تطبيقات النظام احيانا برضو بيكون في التلت نقاط اللي في اعلى يسار الصفحة وبعدين في التطبيقات دي بنبحث عن تطبيق اداة تثبيت الحزم هذا التطبيق لو مظهر لكش فورا بتبحث عنه في خانة البحث العلوية بتكتبه وبظهر لك نضغط عليهم افتحه بعدين بنروح لمكان التخزين نضغط على مسح البيانات نضغط على مسح وبس كده وهو بيعيد تكوين نفسه مرة تانية ولما بتطلع المشكلة بتتحل بازن الله يا رب يكون الشرحة افضوا اشتركوا في القناة